مجزو الأهمي وآخر الأنباء أهلا بكم وصل فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عيدا روس قاسم زبيدي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في عمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة الجمهورية اليمنية أمام قادة وممثلية دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطرق فيها إلى تطورات الوضع اليمني والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على التوافق الوطني في سبتمبر رايلول 2014 بدعم من النظام الإيراني التقى فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عيدا روس قاسم زبيدي بمقر إقامته في نيويورك وزير خارجية الولايات المتحدة الإمريكية أنتوني بلينكين وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق الثلاثاء واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الوضع اليمني وأشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية والموقف الأمريكي الدعم لشرعية الدستورية في مختلف المحافل من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكية عن دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي مؤكدا أهمية موقف بلاده الموحد للتوصل إلى السلام شامل وعادل يلبي تطلعات جميع اليمنيين شارك فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو مجلس عيد الروس الزبيدي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي لقمة التنمية المستدامة رفيع المستوى وذلك في مستهل برنامج حافل بالنقاشات واللقاءات الرئاسية المتزامنة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحدث الرئيس مجلس القيادة الرئاسي في جلسة مسائية من حوارات القادة بمداخلة حول مستوى تنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ولويات المرحلة الراهنة على ضوء تداعيات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة واستنكارها لاقتحام عدد من المتطرفين المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد جديد وتحدي سافر لمشاعر ملايين المسلمين في كافة أنحاء العالم ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت والعمل على عدم اتكرار هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية مجددة موقفها الثابت والدائم لتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية اطلع وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد خلال اجتماعه بالعاصمة الموقفة التعادل مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد وقيادات القطاع الجوي على سير نشاط الهيئة وأوضاع المطارات في المناطق المحررة ووقف الاجتماع أمام الصعوبات التي تعترض سير الأداء واستكمال الترتيبات الفنية للبدء بصيانة وتحديث مدرج للطيران الهبوط والإقلاع في مطار عدن الدولي ووجه وزير النقل بضرورة الإسراع في استكمال الترتيبات المتعلقة بمدرجات مطار عدن الدولي لإتاحة المجالة أمام البرنامج السعودي لتمية وإعمال اليمن من البدء في أعمال إنشاء المدرجة وصلنا إلى نهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدن الفضائية في أمان اشتركوا في القناة